اشتركوا في القناة خبرني يا رمز الجلال والنعمة اهو نفس الزمان؟ اهو نفس المكان؟ اهي نفس التفاصيل التي نقشها التاريخ على جدار ذاكرة القرية القرية التي نحب شوارعها ونسمر في امسياتها ونمرح في بساتينها والحقل اهي الرماش التي نعودها اليوم باحثين عن تاريخها وقصصها وناسها الطيبين نعم هي هكذا يقول النيل ويمنحنا الاذن لنبدأ رحلتنا في الرماش احدى قرى شمال سنجا حاضرة السنار دخلناها فرأينا بساطة القرية وسماحتها بالنسبة لسكان القاطنين على قرب من النيل الازرق ترتكز حياتهم على صناعة الطوب الذي يمثله مصدر دخل اساسي فحتى موسم فيضان النيل تكون الفرصة متاحة لهؤلاء لزيادة انتاجهم وكميات الطوب وبيعها فطوب الرماش من اجود الانواع ولان الحياة في الرماش تبدأ بالنيل والتفاصيل تبدأ من النيل استوقفنا النيل واستوقفتنا حكاياته جبريل مواطن بسيط يعيش في المنطقة رزقه يكسبه من نقل السكان عبر قاربه الصغير جبريل كفيف البصر وهو المكلف بإيصال الناس بأمان من وإلى شاطئي النيل لا يجد في فقدان بصره مشكلة فهو سعيد بعمله في النيل يبتعد جبريل بقاربه في عرض النيل ونبتعد نحن ونقترب أكثر من تفاصيل الحياة بالرماش فتأخذنا الخطى صوب بساتينها الغنى ورياضها النظرة المتلفعة بالثمار فالرماش منطقة أكسبتها الطبيعة خضرة وجمال قل أن يوجد في مكان آخر فمن خير أرضهم يأكلون ومن مائها يشربون وينعمون باتجاهنا لمعرفة تفاصيل الحياة وتأريخها واجتماعياتها في هذه القرية التي تعتبر امتدادا لثورة الإمام المهدي فأحفاد الخليفة عبد الله ما زال يوشحون القرية بحضورهم فضلا عن كون الرماش محطة مهمة في حياة الدولة المهدية فأمراءها وفرسانها تحفظ لهم القرية تأريخا وأسفار ويخبرنا محمد حسن مكي صاحب كتاب الرماش قراءة في أحداثها عبر الزمان عن مكونات القرية وأهميتها التاريخية فهو يقول إن الرماش محطة مهمة من محطات التاريخ السوداني ولأن الرماش تجسيد للسودان في أبخى صوره الاجتماعية المترابطة نجد إلى جانب قبيلة التعايشة أكثر من عشرين قرية أخرى تتقاسم المكان كما يتقاسمون إكرام الضيف فعندما يحل الضيف ينبئ منظرهم عن أصالة المعدن والخصال فكل قبيلة لها في الرماش متكأ وأي متكأ إنه متكأ وريف وإن حكى البطاحين قصتهم فإن للتعاشى قصتهم العم إبراهيم يوسف من ظرفاء الرماش عرف بشعره ونكاته وحبه للشاي ليس على طريقتنا وإنما على طريقة البرامكة بغرب السودان وفي منزل السيد يحيى الخليفة عبد الله خليفة الإمام المهدي بالرماش يغمرك إحساس بعظمة التاريخ السوداني وأنت تتنسم عبق الماضي الزاهر في هذا البيت ملمح آخر من حياة الناس هنا فهم يعالجون بالقرآن فسر القرآن وعظمته دفع بها أحفاد الخليفة عبد الله خيرا وبركة لخدمة العباد فكم من مريض دخل هنا فخرج معافا بإذن الله تعالى وفي الرماش تنساب الحياة بهدوء وسكينة وكغيرها من القرى يمثل فيها المسجد إجعاعا ونورا وفي الشوارع الوجه البسام وابتدار السلام هي تربية القرية ووصية الأجداد فكم خرجت الرماش من أفذاذ وكم علمت ويكفي أن المرأة فيها تشكل منارة ونور فهي الأم والمعلمة وصاحبة الفكر والرأي بدخولك الرماش تدرك أنك بحاجة ماسة لمجالسة شيوخها وحافظ تاريخها لتسمع إليهم وتعيد قراءة التاريخ مرة أخرى بحاجة للتفرس في نيلها وطروقها وإنسانها وبساتينها الغنى قد تكون هذه قراءة أولى في كتاب الرماش لكنها تكفي لمنحنا طرف الخيط الممتد إلى أعماق تاريخها تاريخها الذي لا ينفصل عن حياتنا التي نعيشها اليوم ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا